المغرب إمبراطورية عريقة وهذه الإمبراطورية العريقة تم تقسيمها في الفترة الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر كانت هناك أزمة ومن سوء حظ المغرب أنه كان في أزمة في أوج التوسع الأوروبي الإمبراطورية تم تقسيمها جنوبا على مستوى الأقاليم الصحراوية لكن أيضا في الشرق وهذا يشمل مناطق مثل تيديكلت، جورارا، كولومبشار وتندوف التي تعتبر تاريخيا مناطق مغربية وفي الكتاب هناك فصل أتطرق فيه إلى مسألة كون الصحراء ليست المنطقة الوحيدة التي تم اقتطاعها من المغرب حسب مصادر قمت بذكرها مثل النصوص المغربية والظهائر والتعيينات والموظفين الملكيين الذين تم تعيينهم في تلك الفترة إذن لا مجال للنقاش فهذه المناطق تعتبر تاريخيا مغربية وتم إلحاقها بالجزائر وهنا يجب على الجزائر أن تشكر فرنسا وعليها أن تصرخ عاليا فالتحي الجزائر الفرنسية لأن الجزائر أنشئت على يد فرنسا عام 1962 وقبل عام من منح الاستقلال للجزائر قام دوغول باختطاع مناطق واسعة من الصحراء ومنحها للجزائر التي لم تكن موجودة قبل عام 1962 عمق المأساة بالنسبة للمغرب تكمن في كون الجزائر تخندقت خلف الحدود الموروثة عن الاستعمار وهذه الحدود الموروثة عن الاستعمار تشكل إجحافا كبيرا بحقوق دولة لم ينشئها الاستعمار وهي المغرب فحدود المملكة شرقا وجنوبا اقتطعت من طرف الاستعمار والأنكى من ذلك أنه تم إلحاقها بدولة أخرى هي الجزائر ونحن هنا إزاء ظلم تاريخي كبير